ثورتكم المالية قوة الاستراتيجية جاري كيسي الفصل الخامس الأدلة الكتابية من أفضل الطرق لفهم معمودية الروح القدس هو اتباع أولئك الذين حصلوا عليها في يوم الخمسين كما هو مسجل في صفر أعمال الرسل وفيما نفحص كل آية كتابية سينمو إيمانك وثقتك بأن هذه المعمودية هي لك أيضا ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد فخرج من السماء فجأة دوي كريح عصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار فانقسمت ووقف على كل واحد منهم لسان فامتلأوا كلهم من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا وكان في أورشاليم أناس أتقياء من اليهود جاءوا من كل أمة تحت السماء فلما حدث هذا الصوت اجتمع الناس وهم في حيرة لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته وكان كلهم حائرين مذهولين يقول بعضهم لبعض ما معنى هذا هؤلاء المتكلمون كلهم من جليل فكيف يسمعهم كل واحد مننا بلغة بلده نحن من برثية ومادية وعيلام وما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنطس وآسية وفرجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبية المجاورة لقيرين ورومانيون اليهود والمرتدون إلى اليهودية معا مقيمون هنا وكريتيون وعرب يهود ودخلاء ومع ذلك نسمعهم يتكلمون على أعمال الله العظيمة وكانوا كلهم حائرين مذهولين يقولوا بعضهم لبعض ما معنى هذا لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين أسكرتهم الخمر أعمال 2-1-13 أول شيء أريدك أن تراه هو أن الكتاب المقدس يقولوا كلهم امتلأوا من الروح القدس ثانياً كلهم يتكلمون بالألسنة ربما سمات أشخاص يصفون يوم الخمسين ويشرحون سبب تحدثهم جميعاً بالألسنة يصر البعض على أنها كانت تجربة أحادية الكنيسة لأن الناس الذين اجتمعوا هناك كانوا من العديد من الأمم وبالتالي كانت هناك حاجة إلى الألسنة للتبشير بالإنجيل لجميع الناس من مختلف اللغات لكن إذا نظرت إلى الكتاب المقدس سترى أنه يقول إن المئة وعشرين شخصاً الذين كانوا في العلية كانوا يتكلمون على أعمال الله العظيمة حينها لم يكرزوا بالإنجيل بل كانوا فقط يمجدون الله ومع ذلك نسمعهم يتكلمون على أعمال الله العظيمة وكانوا كلهم حائرين مذهولين يقولوا بعضهم لبعض ما معنى هذا؟ أعمال 2، 11، بي، و 12 الأناس الذين كانوا حولهم يسمعونهم يصبحون الله بلغتهم الأصلية كانوا مندهشين وحائرين ثم وقف بطرس ووعظ برسالة الخلاص فانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس إلى الكنيسة لو كان التلاميذ يكرزون بالألسنة لم اضطر بطرس إلى الوقوف والوعظ ولكنهم لم يفهموا معنى ما كانوا يسمعونه إلى أن وقف بطرس ليعظ في ذلك الوقت لم تستخدم الألسنة في الكرازة بالإنجيل ولا يتم استخدامها للكرازة بالإنجيل الآن سوف نغطي فائدة الألسنة للمؤمن في فصل لاحق لكن في الوقت الحالي أنا أتحدث فقط عن حجة مشتركة سمعتها مرة أخرى أريد أن أوضح النقطة التي يذكرها الكتاب المقدس أنهم كلهم امتلأوا من الروح القدس وأنهم كلهم تكلموا بالألسنة الآن لو أن الكتاب المقدس تركنا عند هذه النقطة لصار لدينا بعض الشك في أن التكلم بالألسنة هو للكنيسة بأكملها لكن الكتاب المقدس لا يفعل ذلك وبدلا من ذلك نجد أن هذه الظاهرة مستمرة وتحدث لكل فرد يحصل على معمودية الروح القدس بعد يوم الخمسين اسمح لي أن أخبرك عن أحد الرجال فهو كان حاضرا في يوم الخمسين اسمه فيليبوس وأخذ المؤمنون الذين تشتتوا ينتقلون من مكان إلى آخر مبشرين بكلام الله فنزل فيليبوس إلى مدينة في السامرة وبدأ يبشر فيها بالمسيح وأصغط الجموع بقلب واحد إلى أقواله لأنها سمعت بعجائبه أو شاهدتها أعمال تماني أربعة إلى ستة هنا نرى فيليبوس يظهر الملكوت والناس يستمعون هذا ما يفترض أن يكون عليه الأمر اليوم عندما يشاهد الناس العجائب عندما يشاهدون دليل الملكوت فإنهم سيولون اهتماما وثيقا لما تقوله فكانت الأرواح النجسة تخرج من أناس كثيرين وهي تصرخ بصوت شديد ونال الشفاء كثير من المفلوجين والعرج فعم المدينة فرح عظيم أعمال تماني سبعة إلى تماني لاحظ أن فيليبوس كان يسير بالقوة التي حصل عليها للتو أثناء وجوده في أورشاليم تبعته المعجزات فيما كانت قوة الله واضحة للجميع كان قد حصل على هذا الدونامس كلمة يونانية تعلي القوة لقد أصبح الآن قادرا على أن يكون شاهدا لملكوت الله وسمع الرسل في أورشاليم أن السامريين قبلوا كلام الله فأرسلوا إليهم بطرس ويحنى فلما وصلا إلى السامرة صليا لهم حتى ينالوا الروح القدس لأن ما كان نزل بعد على أحد منهم إلا أنهم تعمدوا باسم الرب يسوع فوضعا أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس أعمال تماني أربطاش إلى سبطاش عندما سمع الرسل في أورشاليم أن السامرة قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويحنى حين وصلوا صلوا من أجلهم كي ينالوا الروح القدس لأن الروح القدس لم يكن قد نزل بعد على أي منهم ومع ذلك تحدث الكتاب المقدس للتو عن خروج الشياطين شفاء الناس وحدوث أعمال الله العظيمة كما عن إيمان الناس بأسوع وتعمدهم في الماء لكنه يقول أيضا أن الروح القدس لم ينزل على أي منهم بعد كما ترى بشر فليبوس بالخلاص وقبلوه وتلقوه لكنهم لم يحصلوا على معمودية الروح القدس بعد لقد ولدوا ولادة جديدة لكن انظر إلى تعبير الروح القدس لم يكن قد نزل بعد على أي منهم مرة أخرى هناك هذا الاختلاف الروح القدس الذي فينا كوننا مولودون ولادة ثانية والروح القدس الذي يحل علينا بهذه الهبة من القوة لا يذكر الكتاب المقدس سبب عدم وعظ فليبوس لهم بشأن معمودية الروح القدس من المحتمل أنه غادر أوروشاليم فورا بعد أن تعمد بالروح القدس ولم يكن يعلم في ذلك الوقت بأنها كانت متاحة للجميع مهما كان السبب كان من الواضح أن الناس قد آمنوا بالإنجيل وتعمدوا بالماء لذلك ولدوا ولادة ثانية لكن لاحظ كم كان مهما بالنسبة للرسل مدى حصول الناس الذين في السامرة على معمودية الروح القدس كما فعلوا فورا أول شيء ساورهم لم يكن إخبارهم كيف يرتدون الملابس لم يقولوا فلنقل لهم كيف يرتدون ملابس لائقة أو متى يقيمون اجتماعات الكنيسة لم يكونوا معنيين بقواعد العقيدة ما هو الشيء الأول الذي كان يهمهم؟ إنها معمودية الروح القدس لذلك بذلوا جهدا للتوجه إلى هناك على الفور وأخبار هؤلاء الناس بكل ما يختص بمعمودية الروح القدس بعدها وضع بطرس ويحنى أيديهما عليهم فنالوا الروح القدس حينئذ وهناك بالتحديد نالوا الروح القدس ما هو الدليل؟ أعتقد أنه كان مثل أي شخص آخر الصلاة بالألسنة فلما رأى سمعان أن الله منحهم الروح القدس عندما وضع بطرس ويحنى أيديهما عليهم عرض عليهما بعض المال وقال لهما أعطياني أنا أيضا هذه السلطة لينال الروح القدس كل من أضع عليه يدي فقال له بطرس إلى جهنم أنت ومالك لأنك ظننت أنك بالمال تحصل على هبة الله لا حصة لك في عملنا ولا نصيب لأن قلبك عند الله غير سليم فتب من شرك وتوسل إلى الرب لعله يخفر لك ما خطر في بالك فأنا أراك في مرارة العلقم وشرك الخطيئة فأجاب سمعان توسلا إلى الرب من أجلي لإلا يصيبني شيء مما ذكرتما أعمال 8-18-24 عندما رأى سمعان أن الروح قد منح بوضع الأيدي عرض على الرسل بعض المال ليعطياه من هذه السلطة لابد أن سمعان قد رأى شيئا بعض الأدلة على أن شيئا ما حدث عندما نالوا الروح القدس لذا أراد تلك السلطة الآن لا يقول أنهم تحدثوا بالألسنة هناك ولكن حدث شيئ ما يمكن رؤيته بوضوح رأى سمعان شيئا قويا وأراد أن تكون لديه القدرة على منح ذلك للناس أعتقد أن تعليقاته تظهر أنهم نالوا تلك المعمودية كأي شخص آخر وبدأوا يتكلمون بالألسنة مرة أخرى أود أن أشير إلى مدى أهمية نظرة الكنيسة في أوروشاليم لمعمودية الروح القدس كان ذلك أمرا حيويا عندما حدث ارتداد بولوس وهو في طريقه إلى دمشق أرسل رجل اسمه حنانيا إلى بولوس ليصلي من أجله قال حنانيا يا أخي شاول أرسلني إليك الرب يسوع الذي ظهر لك وأنت في الطريق التي جئت منها حتى يعود البصر إليك وتمتلئ من الروح القدس أعمال تسعة سبتعش ب لا يقول الكتاب المقدس أن بولوس تكلم بالألسنة عندما حصل على معمودية الروح القدس لكننا نعلم أنه تكلم بالألسنة وأعتقد أنه نالها تماما مثل أي شخص آخر قد تسأل لماذا أظن ذلك هذا سهل هذا بسبب ما كتبه بولوس نفسه في كورنثس الأولى 14-18 أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم كورنثس الأولى 14-18 لذا يمكننا أن نستنتج أن بولوس تكلم بالألسنة عندما تعمد بالروح القدس عندما تقرأ فصول أعمال الرسل ستكتشف أن هذه المعمودية استمرت يوما بعد يوم في جميع أنحاء الكنيسة لم يحدث ذلك فقط في يوم الخمسين في وقت لاحق في أعمال الرسل عشر أرسل بوترس إلى منزل أممي وقاده الروح ليبشرهم بالإنجيل تذكر كان هذا أمرا غير معتاد بالنسبة لبوترس الذي كان يهوديا أن يذهب إلى منزل أممي ذهب فقط لأنه كان منقادا إلى هناك من خلال رؤيا من الروح القدس وبينما بوترس يتكلم نزل الروح القدس على جميع الذين يسمعون كلامه فتعجب أهل الختاني الذين رافقوا بوترس حين رأوا أن الله أفاض هبة الروح القدس على غير اليهود أيضا لأنهم سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله فقال بوترس هؤلاء الناس نالوا الروح القدس مثلنا نحن فمن يمكنه أن يمنع عنهم ماء المعمودية وأمرهم بأن يتعمدوا باسم يسوع المسيح فدعوه إلى أن يقيم عندهم بضعة أيام أعمال 10-44-48 وفيما كان بوترس يكرز بإنجيل المسيح في بيت الأممي هذا حل الروح القدس على كل من سمع الرسالة لا يمكنك رؤية روح الله فكيف عرفوا أن الروح القدس حل عليهم؟ يقول النص أن أهل الختان الذين رافقوا بوترس تعجبوا من أن هبة الروح القدس قد حلت على الأمميين لأنهم سمعوهم يتكلمون بالألسنة ويسبحون الله إذن ما هو الدليل على وجود الروح القدس هناك؟ كان على بوترس أن يدرك ما هو واضح له أن الله قد قبل هؤلاء الناس واقعوا أنه رآهم يتكلمون بالألسنة فيما لم يقدم لهم أي شيء عن معمودية الروح القدس هو كل الأدلة التي أحتاجها عرف بوترس أنهم نالوا لأنهم نالوا الروح القدس كما ناله هو وكانوا يصلون بالألسنة سوف تجدوا فرقا كبيرا بين ما تراه الكنيسة الحديثة أنه مهم وما تراه الكنيسة أنه مهم في زمن الكتاب المقدس أحد الأسفار المقدسة المفضلة لدي والذي يشير بوضوح إلى أنه يجب على الجميع أن يتعمدوا بالروح القدس ويثبتوا دون شك أنه من عمل الروح القدس بصرف النظر عن ولادة المرء ولادة جديدة موجود في أعمال الرسل 19-1-2 وبينما أبولوس في كورنثوس وصل أبولوس إلى أفاسوس قطع أواسط البلاد فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ قالوا لا ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس أعمال 19-1-2 عندما دخل أبولوس مدينة أفاسوس وجد بعض التلاميذ وسألهم هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ كان هذا من أول اهتمامات بولوس عندما التقى بهؤلاء المؤمنين أدرك بولوس أن الولادة الثانية تختلف اختلافاً واضحاً عن المعمودية بالروح القدس بدليل التكلم بالألسنة لماذا يكون هذا أول ما قاله لهم بولوس؟ لأنه نفس الشيء الذي قاله يسوع في أعمال الرسل 1-4 قال في الأساس لا تترك المدينة بدونها ماذا فعل الرسل في أوروشاليم عندما اكتشفوا أن أهل السامرة سمعوا الكلمة؟ قالوا يا شباب انهضوا في الحال يجب أن نضع الأمور في نصابها قفوا وتأكدوا من حصولهم على معمودية الروح القدس حين وجد بولوس بعض التلاميذ في أفاسوس أول ما سألهم كان هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ عندما أجابوا لا لم نسمع حتى بوجود الروح القدس سألهم بولوس عن نوع المعمودية التي تلقوها أجابوا معمودية يحنى قال بولوس إن معمودية يحنى كانت معمودية توبة وطلب من الناس أن يؤمنوا بالذي سيأتي بعده أي الإيمان بيسوع عند سماعهم ذلك تعمدوا باسم الرب يسوع تعمدوا بالماء بعد ذلك عندما وضع بولوس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم وتكلموا بالألسنة لاحظ عندما طرح بولوس السؤال افترض أنهم مؤمنون بيسوع لهذا سأل هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟ لقد فهم أن معمودية الروح القدس كانت مختلفة تماماً عن الولادة الثانية الآن أعتقد أنه موضوع مثير للجدل في العديد من الكنائس ليس لأنه ليس في الكتاب المقدس ولكن لأن الشيطان يكرهه كثيراً لأنه إذا كانت هذه هي القوة إذا كان هذا هو المدخل إلى القدرة على تغيير الحياة وأن تكون شاهداً للعالم فإنك ستواجه إله هذا العالم ونعلم ما سيكون رأيه في ذلك تعطينا معمودية الروح القدس خزاناً من القوة قوة الله لنعمل أعمال يسوع كي يتمجد الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر